ما تحركوا من ملعب المدينة التعليمية اللي الحمد لله بنسبة يعني الاهل نجح في اختبار المدينة التعليمية تحديدا على مدار مباراتين في استاد المدينة التعليمية الاهل نجح في هذا الاختبار فاز على الدحيل وفاز على بالمراس البرازيلي بطل كوبا لبرتادوريس وفاز بالبرونزية لكن الاجتماع اللي عقده الكابتن محمود الخطيق بالامس مع اللاعبين في فنده الإقامة كان فيه كلام مهم جدا كابتن محمود الخطيق قال حريص على انه يقول للعيبة ومعاك الماديلية البرونزية قدامكم على الشاشة هي هذه اللقاطات الحصرية والكابتن الخطيب بيكلم مع كل أفراد البعثة لعيبة وجهاز فني الثلاثة وعشرين لعيب كابتن وليد سليمان موجود الكابتن محمود وحيد الكابتن حمزة علاء حتى المجموعة لم يكن موجودة في القائمة الأساسية الجهاز الفني بالكامل بيقول لهم أنتوا تستاهلوا أن يكون في رئابتكم ماديلية من خلال هذه البطولة وبإذن الله هنشتغل عشان نرجع كاس عالم أندية من جديد عشان تحاول أكبر من الإنجاز هنشتغل من بكرة لسه عندنا بطولة إفريقية راجعين وعندنا مطش مع المريخ يوم الثلاثة اللي جاي عندنا بطولة الدوري الجمهور وقف في دهركو وكلنا كنا بنسعى اللي احنا نقف في دهركو لغاية آخر صفارة لآخر مباراة بنلعب فيها وقدرنا الحقق هذا الإنجاز الشغل اللي تم على مدار الموسم الكل يشكر عليه كابتن محمود الخطيب كان حريص جدا قبل اللعيبة ما تطلع الغرف بعد مرسون ومشاركة طيبة في هذه البطولة كان حريص جدا أن يوجه كلمة لكل لعب ويقول له أنت تستحق هذه المدالية وتستحق أفضل من كده في المرة الجاية وقعوا تفتكروا أن كتاب التاريخ وقف لغاية اللحظة دي لا النادي الأهل بيشتغل بعد ما بيحقق بطولة بيفرح لكن يقفل الكتاب كتاب التاريخ النهاردة ويفطع صفحات كتاب تاريخ من جديد عشان يسطر اسمه في هذا الكتاب من بقرة لبطولة جديدة مع إنجاز جديد هي دي مدرسة النادي الأهلي هو دي الأجواء جوه النادي الأهلي هي دي المؤسسة اللي بتقدر تنجح وتحقق بطولات الكلام المميز اللي بيتقال ده مش كلام من النهاردة ده على مدار الأجيال وعلى مدار العصور ومن خلال كل الرموز بعد كل بطولة بتقفل فرحة هذه البطولة وبتشتغل على بطولة جديدة لأن جمهورك مبارحة وانت قبل ما تستلم المدير بمناسبة السوبر السوبر الإفريقي الجمهوري نادي الأهلي كله بينتظر طبعا موعد مباراة السوبر هناك اتجاه بنسبة